فوليت عليكم متوارن عن الأنظار ومصيره لا يزال غامضاً إنه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أنباء تشير إلى مقتله في غارة جوية وأخرى تؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة بل تحدد مكان وجوده وتبقى هذه الأنباء أو تلك غير أكيدة حتى الآن فموسكو التي كانت أول من أعلن مقتله في مايو بغارة جوية روسية في سوريا عادت لتؤكد على لسان الكراملين أن استخباراتها تتحقق في معلومات متناقضة وصلتها بشأن مصير البغدادي المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عما وصفها بمصادر وثيق الأسبوع الماضي مقتل البغدادي لكنه لم يحدد مكان أو موعد أو ظروف واقعة مقتله أما الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد داعش فلم تؤكد مقتله حتى اللحظة بالمقابل نفى مسؤول كردي مقتل البغدادي بل وإشارة إلى مكان وجوده لاهور طالباني المسؤول الكردي الكبير في مكافحة الإرهاب أكد بنسبة 99% أن البغدادي ما زال على قيد الحياة وهو موجود جنوبي مدينة الرقة السورية الأمر الذي أكده سابقا مدير عامل استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصري أكد أن البغدادي لا يزال مختبئا في سوريا وتحديدا خارج مدينة الرقة بشاير المطيري العربية